وعقب الضربة توجهت أخباره الآن إلى مناطق قوات الأسد في دمشق لاستطلاع أراء الأهالي بالضربة الأمريكية فتحدث بعض الأهالي الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفاً على حياتهم تحدثوا عن تأييدهم لاستهداف مطارات الأسد وتأييدهم لمنعه من الاستمرار في نشر الفوضى في سوريا فيما رفض موالون الحديث معنا فرصدنا أراءهم من خلال الصفحات المؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكدوا فيها تعاضهم من صمت الأسد وتحليلات وسائل الإعلام لإقناعهم بأن عدم الرد هو النصر التقرير التالي فيه المزيد من التفاصيل بأصوات خافتة يعبر الدمشقيون عن رأيهم بالضربة الأمريكية لمطار الاشعيرات في ريفي حمص هدوء حذر تشهده شوارع العاصمة منذ صباح الجمعة حين استيقظ الدمشقيون على تحركات مريبة لأفراد الأمن وحواجز الميليشيات إعلام النظام لم يتوقف عن بث الأنباء التي تهوم من أثر الضرب عليه وأن الضربة الأمريكية محدودة ولن تتكرر إلا أن الارتباك الأمني الذي شهدته العاصمة أظهر عكس ذلك وبدأت الحديث تدور بين الدمشقيين بشأن الضربة التي قد تكون طوق نجاة لهم للخلاص من الرعب الذي يعيشونهم منذ ست سنين نحن وفي ناس يعني اللي نوعا ما فيك تقول يعني نحن يسمون المغضوب عليهم اللي خسرنا كتير قصص وكتير شغلات مبسطنا مو لأنه دمر المطارات ولا لأنه شي لك يا زلمي صلنا ست سنين سبع سنين مأهورين لك مو ست سنين سبع سنين أربعين سنين مأهورين النظام بعد ذلك سارع للقول إنه أدار ظهره للضربة وعادة جيش للعمل وهو الأمر الذي نفاه لأخبار الآن أهالي دمشق الذين تحدثوا عن تحركات لأفراد الشرطة العسكرية والحواجز المنتشرة في المدينة إذ قام الأفراد باعتادهم الكامل بشن حملات دهم للمنازل من أجل سوق الشباب المؤجلين بأعذار متنوعة إلى القطاع العسكرية منذ صباح السبت دون أن يتمكن أحد من مجابهتهم الأمر الذي أثار غضب الأهالي على اختلاف توجهاتهم بين مؤيد ومعارض الغارة الأمريكية أو القصف الأمريكي مصت الغضب فينا والغضب اللي صار على مجزلة الكيماوي واتمنت أنه يصير كمعا خاصة أنه كتير أنه ما حدا كان عم يحسن أنه يعمل شي أنه بدون أي شي عسكري يبين على أرض الواقع يكون ضد النظام الأسد حاول تخفيف ما جرى وأظهار وقوف الشارع الدمشقي بالكامل إلى جانبه فنظم تظاهر أمام مقر الأم المتحدة لم يحضرها إلا بضعة أشخاص من مؤيده ما تسبب بانتكاس الإعلام الذي لا يزال يضخ تحليلات تغير الواقع الذي تعيشه سوريا الآن بشكل عام يعني أنا اللي لمسته خلال يعني المناقشات اللي بتصير بالعيلة اللي بيسمعون للناس أنه بعد الضربة الأخيرة اللي مات فيها كتير أولاد بمدينة خان شيخون كتير في ناس ما عاد سدقت الرواية اللي بتقول أنه لا هذه جماعات إرهابية فالناس صار عند شبه يقين أن النظام هو المسؤول عن هذه الأمور الغضب الشعبي ظهر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فالصفحات الموالية كتبت عبارات تخوين للحلفاء واستهجان لموقف الأسد الصامت مرددين عبارة كانوا يقولونها بعد كل ضربة يتلقاها النظام بعد قليل سيحتفظون بحق الرد وهذا ما يعكس رأي الشارع في مناطق النظام الذي يؤيد جزءا منه الضربة الأمريكية وآخر موالي للأسد لكنه ممتعد من رد الفعل الهزيل والمخيب للتوقعات